على الرغم من إقرار مجلس النواب لقرار مصادرة الممتلكات في العراق إلا أن حجم السنكارات والإدانات للقرار يفتح الباب أمام تساؤل مفاده أنه مع هذا الحجم من الرفض والإدانة للقرار فمن الذي أقره إذن؟ يعني أن وراء هذا الرفض والسنكار الظاهرين ما وراءهما هشام سهيل رئيس لجنة المساءلة والعدالة قال إن ما سماها بالقوى السنية كانت مرتاحة للغاية عند إقرار قانون مصادرة الأملاك متهما إياها باستغلال القانون لأغراض الدعاية الانتخابية فالقوى السنية لم يكن لديها بحسب سهيل أي اعتراضات جوهرية على القانون قبل إقراره على الرغم من رفعهم الأيدي بحماسة ساعة إقراره المقترح اللجنة ثالثا ألف تصويت نعم تمت رئيس مجلس النواب سليم جبوري الذي تزعم الحراكة المناهضة للقانون هو نفسه من أدار جلسة الإقرار وأشرف عليها بل وشكر الكتل على إنجازها للقانون يخرج بعد ذلك ليتعهد بإنصاف ضحاياه ويمكن سمعت قبل يوميا أو ثلاثة أيام ما صدر من قرار يتعلق بحجز أو مصادرة أموال ناس بأعداد أربعة آلاف هذا الإجراء اللي تم واللي إحنا راح نتابعه بتفصيل ونرفع الحيف والظلم عن من أصابهم من أولئك الذين حجزت أموالهم مقترح اللجنة ولعل التوقيت غير المناسب للتصويت على القانون لتزامنه مع الانتخابات هو الذي دفع ببعض القوى لاتخاذه مطية في العملية الانتخابية حيث أن السياسيين أولئك وحدهم من هاجم القرار على الرغم من موافقة كثير منهم في السر بخلاف المواطنين الذين شكروا ومدحوا القانون إلا من بعض التحفظات عليه فقيادات القوى التي تدعي تمثيلها للسنة أشرفت على كتابة وتمرير وإنضاج هذا القانون ورفعت أيديها للموافقة عليه تحت قبة البرلمان ثم لما انقضت الجلسة ازدحمت الشاشات بتصريحات قياديها الذين انتقدوا القانون ووعدوا بتعديله ليعتبره البعض تسلقا على هموم المواطن واحتياجاته للتسويق لنفسها أنها المدافع عن حقوق المغيبين والمهمشين على خلاف ما تبطن داخل البرلمان وهو ربما يعيد إلى الأجواء التصعيد الطائفي الذي لطالما كان الورقة الرابحة بالانتخابات في العراق